تمكن فريق بحثي بجامعة الملك خالد من تسجيل براءة اختراع لجين مدمج لبروتينات صدح ونواة فيروس كورونا وذلك ضمن الأبحاث المدعومة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المسار السريع لدعم أبحاث فيروس كورونا وتقوم فكرة الاختراع على إنتاج وحدة للكشف السريع عن الإصابة بالفيروس بطريقة دقيقة وسهلة وسريعة واقتصادية مما يساهم في توفير تكلفة التشخيص المعملي إلى 80% في حال استخدام الفحص المخبري بسيار